لا يزال الغموض يلف قضية هرب رجل الأعمال من أصل لبناني كارلوس روسون من اليابان ووصوله إلى لبنان الصحافة اليابانية تشن حملة اتهامات بحقه وبحق السلطات اللبنانية وتؤكد أن دخوله لبنان غير شرعي السلطات اللبنانية تؤكد أن دخوله إلى لبنان هو دخول شرعي ماذا في خلفيات هذه القضية وأين تتجه الأمور وسط حالة من الغموض رجل الأعمال كارلوس غصن وبين ليلة وضحاها يتصدر العناوين في وسائل الأعلام العربية والغربية تساؤلات عن كيفية تمكن غصن الذي كان قيد الإقامة الجبرية في العاصمة اليابانية توكيو من الوصول إلى بلده لبنان الرجل كان ينتظر محاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية أثناء شغله منصب رئيس التحالف رينو نيسان للسيارات قبل أن ينتشر فجأة خبر وصوله إلى بيروت وبحسب مصادر فقد كانت الشرطة اليابانية منتشرة في محيط مكان إقامة كارلوس غصن وكانت جوازات السفر التي يملكها بحوزة محاميه وبرغم ذلك دخل غصن لبنان بطريقة شرعية بحسب مديرية الأمن اللبناني مستخدما جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية وعلى متن طائرة تركية وبحسب رواية بثتها إحدى وسائل الأعلام اللبنانية فقد فر غصن من توكيو في صندوق يتبع لفرقة موسيقية هذه الفرقة وصلت إلى مكان إقامته وقدمت الحفلة ثم غادرت والرجل برفقتها إلى المطار بمساعدة فريق أمني خاص رواية لم يتم التأكد منها بعد وفيما تعتبر السلطات اللبنانية أنه لا يوجد ما يستدع القبض على كارلوس غصن أو ما يعرضه للملاحقة القانونية تقف اليابان مصدومة حيال الطريقة التي خرج فيها الرجل من توكيو ونجاحه في الإفلات من القيد الأمني الذي كان يحيط بمكان إقامته ونتابع الآن سيناريوهات الهروب كما توقعتها بعض الصحف الدولية وهذا الخبر مفصل على موقع سكاي نيوز عربية الإلكتروني صحيفة ديلي ميل اسكوتلندا وصحيفة دي سان البريطانية ونيويورك بوست تصور عملية هروب كارلوس غصن داخل صندوق آلة تشيلو الآلة الموسيقية أو شيء يشبهها يعني الروايات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام روايات أشبه بما نشاهده أو نسمعه في روايات جيمس بوند على كل حال بغض النظر عن هذه التفاصيل أود أن أسأل ضيفنا عن عدد من القضايا القانونية المحيطة بهذه المسألة أرحب بضيفنا من بيروت أستاذ القانون الدولي الدكتور علي مراد دكتور علي مساء الخير كل عام وأنت بخير بغض النظر كيف وصل إلى لبنان هذه مسألة أخرى كيف تمكن كارلوس غصن من الخروج من منزله الذي كان أشبه بقلعة محصنة من قبل قوات الأمن اليابانية ولكنه في نهاية المطاف وصل إلى لبنان بداية السلطات اللبنانية تقول أنه دخل بشكل شرعي بجواز سفر فرنسيا الآن يتمتع بحماية بحصانة الأخبار تشير لأنه التقى رئيس الجمهورية ميشيل عون لا أدري مدى صحة هذه المعلومات هناك مرافقة أمنية على ما يبدو من السلطات اللبنانية لماذا يوفر لبنان هذا الغطاء القانوني لشخص متهم بواحدة من أكبر عمليات الفساد في العالم برأيك نعم مساء الخير لك والمشاهدين وكل عام وأنتم بخير يعني أعتقد أن مسألة كارلوس غصن وموقف السلطات اللبنانية لسيما وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية مرتبطة ربما بهذه النزعة لدى بعض اللبنانيين لتمجيد أو تعظيم أي شخص لبناني أو من أصول لبنانية ينجح في الخارج وبالتالي يعتبر هؤلاء أنهم معنيون بالدفاع عن أي مواطن لبناني لسيما إذا كان بحجم كارلوس غصن كأحد كبار صانعي أو العاملين في صناعة السيارات وقد قام لبنان بخطوات عديدة وجرت حملة حتى أعلانات في الشارع في المرحلة التي تم إيقافه في نوفمبر 2018 دفاعا عنه لا أعرف ليس هناك معطيات أمنية واضحة حتى الآن ولكن لا شيء يمنع أن يكون قد جرى تنصيق دخوله إلى الأراضي اللبنانية وبجوازه الفرنسي حتى قبل وصوله إلى الأراضي اللبنانية أستبعد أن تكون السلطات اللبنانية أو جزء منها قد تفاجأ بهذا الأمر لقائه مع رئيس الجمهورية لم يتأكد حتى الآن ولكن بكل الأحوال التقى أم لم يلتقي هناك غطاء سياسي وقانوني وأمني حتى يؤمن الحماية لكارلوس غسون بصفته أحد اللبنانيين الباريزين ربما الذين استطاعوا أن يفرضوا حضورهم على الساحة الإعلامية والاقتصادية العالمية استطاع أن يفرض حضوره على الساحة الاقتصادية لا شك في ذلك دكتور مراد ولكن اللافت أيضا أن السيد كارلوس غسون تذكر لبنان الآن لم يتذكر لبنان خلال سنوات صعوده في مجال الاقتصاد والتجارة والنجاح وكل هذه الأمور تذكر لبنان بلده الأصلي الآن عندما كان في ورطة قانونية كبيرة هذا موضوع آخر دعني أسألك الآن عن تبعات هذه المسألة الآن اليابان دولة مهمة تربطها علاقات مهمة بلبنان هل يمكن للبنان أن يغامر بعلاقاته مع اليابان لسواد عيون السيد غسون نعم بداية قبل أن أجاوب بعجالة لم أكن أدافع عن السيد غسون واتهاماته فلبنان أصلا لديه ما يكفي من فاسدين وناس عليهم دعاوة كي يستقبل غسون وربما هذه هنا أعود لسؤالك أن هناك عدم مسؤولية لدى السلطات اللبنانية فاليوم كارلوس غسون اختار لبنان تحديدا لأن هناك ملفات وتحقيقات قد بدأت بحقه في فرنسا بسبب بعض التجاوزات في شركة رونو أيضا وبالتالي هو أيضا ملاحق ويواجه أحكام قانونية ربما حتى في فرنسا وإن لم تكن تصل إلى خواتيمها كما جرى في اليابان أي الوقف يبدو أن التقارير الفرنسية التي استطعنا أن نطلع عليها تشير إلى أن غسون كان يعتقد أو شبه أكيد أنه سيحكم بسجن لفترة تتجاوز الخمسة عشر عاما فقرر أن يأتي إلى لبنان أولا لأنه لا يوجد اتفاقية تبادل بين اتفاقية قضائية بين لبنان واليابان ثانيا لأن لبنان لا يسلم المتهمين أو المواطنين اللبنانيين إلى الخارج ثالثا لأن لبنان بمعنى من المعاني لن يذهب باتفاقيات مع الأنتر بول لأن أيضا طلب التسليم عبر الأنتر بول سيعني أو يفترض وجود اتفاقية تبادل أيضا بين الدول هناك حالة ستحاول اليابان أن تعمل عليها وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والضغط على لبنان وفي حال أخذت اليابان هذا المجال سيكون لبنان تحت مجهر المسئولية العالمية أو الدولية لعدم تعاونه في إطار هذه الاتفاقية التي وقع عليها أصلا لبنان إذن السياسيين اللبنانيين من خلال تسهيل هذا الأمر سابقا أو قبولهم لدخول كارلوس غسون إلى لبنان يضعون نفسهم في مواجهة السلطات اليابانية وأيضا في ظل ما يجري من لبنان من انهيار للنظام المالي والنظام السياسي والاقتصادي يعطون أيضا صورة تدل على نوع من الخفة إن كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارج على المستوى الخارجي تحديدا دكتور مراد يعني لبنان الآن في ورطة اقتصادية في حالة انهيار اقتصادي ويتوقع مساعدة من المجتمع الدولي ودعم وكل هذه الأمور إذا كان وجود كارلوس غسون على الأراضي اللبنانية يرسخ من صورة لبنان الفاسد بهذا المعنى هل يمكن أن يسكت المجتمع الدولي عن هذا الأمر؟ يعني لا أعتقد أنه إذا كان هناك خيار ذا المجتمع الدولي بإعطاء أموال إلى لبنان أصلا هذا الموضوع ليس محسوما حتى هناك بعض الأحاديث الجانبية التي نسمعها ونتشاركها مع ممثلين أو أشخاص مقربين من البنك الدولي وزندوق النقد يقولون نحن غير مستعجرين وغير راغبين بالدخول إلى لبنان لأننا ندرك أن هذه السلطة السياسية عاجزة عن إجراء أي إصلاح يذكر والتجربة في السنوات الماضية أثبتت هذا الأمر ولكن دعني أقول أنه كي نفهم بالعمق هذا الملاف علينا أن ننتظر لنرى ماذا كان دور فرنسا ووزارة الخارجية الفرنسية وربما الأجهزة الأمنية الفرنسية التي ستعلن أو من المتوقع أن تعلن عدم علمها بما جرى ولكن أستبعد أن يكون قد خطى هكذا خطوة كارلوس غسون دون تنصيق مباشر أو غير مباشر أو أبلغ بعض الشخصيات في الأجهزة الأمنية الفرنسية خياره بالهرب لا ننسى أن جزء من هذه المشكلة والارتكابات التي ارتكبها كارلوس غسون هي جدية جدا ولكن أعتقد أن فتح الملاف كان مرتبط بصراع داخل شركة نيسان وأيضا في هذا التحالف بين نيسان ورنو وميتسوبيتشي حول الأفاق المستقبلية المطروحة وربما شكل بالنسبة لمديري شركة نيسان في اليابان بات عبئا ربما كبر أكثر مما كان متوقعا وعندما يتم البحث في ملفاته وجدوا هذه المخالفات أعتقد أن السلطات اللبنانية لم تتصرف بذكاء ولكن سنرى إذا كانت ماذا سيكون موقف السلطات الفرنسية كي نتبين المستقبل كيف ستتعامل اليابان مع هذا الملف اللافت دكتور مراد أن العدالة اللبنانية فتحت أبوابها وذراعيها للسيد غسون بينما تقوم بمتابعة ومطاردة ناشطين على صفحات الفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي شكرا جزيلا لك الدكتور علي مراد أستاذ القانون الدولي كان معنا مباشرة من بيروت وبإمكانكم مشاهدين متابعة تفاصيل مسألة وصول كارلس غسون إلى لبنان على موقعنا سكاينوز عربية